نجي بقى نروح لمباراة الاهلي الاول يلا ونشوف الاهلي النهاردة كتت مشاكله فينا كريم وإيه اللي أدى سموحة بشكل جيد وإيه المشاكل اللي كتت موجودة عند النادي الاهلي النهاردة وخلينا نبتري بالحالات على طول عبال ما يجاهزوا الحالات عايزة طمينك احنا معانا شوية وقت حلوية بس ده ما يمنعش ان احنا نجري تحسبا من فكرة النساعات الوقت بيروح مني بس معانا شوية وقت حلوية يلا احنا لاني مجاهزوا الحالات الاهلي نهاردة دخل للمباراة بالشكل المعتاد قبل ما نبدأ بس نلعب الحالات الاهلي دخل للمباراة بالشكل المعتاد يا كريم بل 4-2-3-1 المعتادة بتاعت النادي الاهلي ارجع تاني معايش يلا نرجع واحد امان بص بص انا كريم بنتكلم على انه التحول عند اسموح عامل ازاي وهريك التحول عند الاهلي عامل ازاي بص ده صديق قجولة باصع بقري في ظهر مين في ظهر عالي معلون خليني لما يجيب لك بقى الأعادة بتاعة الكورة تاني أوريك الكارثة فين؟ المشكلة والأزمة فين؟ الأهلي نقطة ضعفه وقف فينا معلاش الأهلي نقطة ضعفه من بداية الموشم يا كريم الترانزيشن اللجوم الدفاعي بطيء جدا جدا العكس يعني أه الأهلي طول الوقت بيضغط طول الوقت بيعمل ضغط عالي حلو النهاردة السلاح الأول لمرس الكولر اللي فقد وخلى الأهلي شكله كده النهاردة دي كانت نتيكت اللي هو ايه؟ الضغط العالي هل كولر ما ضغطش عالي؟ لا ضغط عالي النهاردة لكن اتكلمنا هنا مرة واتنين وتلاتة قلنا الضغط العالي دي سلاحزوا حدين اما نميخليك تخلص المباراة بدر بادري وتخلي الفريد اللي قدامك لا يهاجم ولا يدافع أو يخلص عليك النهاردة كاد أن يخلص عليه وهنروح لبعض اللقطات للشناوي زي ما انتقدناه بشدة اللي سبعين اللي فات النهاردة أنقذ النادي الأهلي في أكتر من كرة صعبة جدا بص بص لتحرك الرجل خطف بص بص eles وقفن واقفنا 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 لا لا رجع تاني معلش 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 فرق السرعات ارجع تاني ارجع تاني كمان فريم ارجع تاني كمان فريم او اتنين كمان 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 بس وقفنا واقفنا وقفنا عشر خط بس كمان مشي شوية مشي شوية شوية صغرين فريم كمان بص يا كريم بس هنا الطبيعي ان علي معلول وهو راجع وهو راجع الطبيعي ان علي اقرب انه يرجع يعمل التخطية البطء في العودة اللي مش عند علي معلول بس عند كل فرقة النادي الاهلي هي اللي عملت ده. جي الراجل نزل المهاجم. نزل ناحية اليمين. خد عيني الاتنين المدافعين واتفتح جاب كبير. الاهلي بتضرب بيميني والشمال بقاله اكتر من ثلاث مبارات. كمل وماشي كرة على سرعتها بصها كريم بصها كريم. فين عالم علون رجع? فين بعد ما الراجل راح. لو كور عادت نشناو كالجون. وقفن 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 وقفن. ارجع تالي ارجع كادر مفتوح. ارجع بس وقفن. بصها كريم. نفس الازمة. نفس المشكلة. بتضغط ضغطة عالي سلبي. يحصل عليك ترانزيشن. الفرقة اللي قدامك تطلع بشكل جيد. يخرجوا بالطريقة اللي بيخرجوا بيها دي. بص الراجل كمل بقى. بكمل بس فريم فريم. كمل. بص الراجل رايح. بص كمية مساحات قد ايه. في ظهر النادي الاهلي. لو لو خروج الشناوي. كانت قزمة كبيرة جدا جدا جدا. تكرر التاني. بصها كريم. الكرة دي كانت رمي التماس. الكرة دي اللي تقطعت اللي شالها الشناوي. بصها كريم. بصها كريم. الكرة دي لازم ترجع بقى رجع هلا من الاول تاني. الكرة اللي تشال اللي شالها الشناوي. دي مش فرصة تانية. دي في نفس الفرص. اللي عبتها ما رجعتش. ارجع تاني. ارجع تاني. ارجع تاني. معلش. ايو بس. ايوة. ايوة. اكملها على الداتة. بصها كريم. دي الكرة اللي كتنفراد. يعني حجم الكرسى وحجم الغلطة طب اش راح بقى ايش راح عشان من ايش تاني انه وقف اهو اهو بص بص الراجل بيقطع كل ده العبية ما راجعتش محمد عبدالنم راجعت بيتمشى اللي راجع اللي راجع وراه اللي بيقطع عشان اعمل التخطية العكسية ونجح انه يعملها محمد هاني محمد عبدالنم لسه كل ده بيتمشى لو لا خروج الشناوي بالشكل ده اكبر صديق وجولة ان يحطها فوق فهنا بيقولك ايه الكرة راح تنفراد طلع الشناوي عمل دور الليبرو وطلع شالها راحت رمي التمسل نص الملعب ولعبت الاهلي لسه ما رجعتش لعبت الاهلي اتعملت هجمة اهي الهجمة من الاول اهو الراجل بص لعبت الاهلي المفروض خلاص بقى تخدوا الوقت لان الكرة تلعبت خلاص كرة راح تنص نص ملعب ورجع بها ورجع اه مفروض ترجع بقى خلاص ترجع وقف عادي الساتس بتاعتك العادية ورجع وقف عادي تاني لا مفيش مفيش لسه لعبت راجع بتتماشى حمد راجع بيتماشى عب منعي راجع بيتماشى انفراد وفرصة تانية لسموحة خلينا اقولك بقى كريم انه لما يكون لما يكون الترانزيشن بتاع الاهلي من الهجوم للدفاع بهذا السوق بهذا السوق يتحملوا الجميع يتحملوا برسي الكولر لان اتكلمنا على ان دي نقطة الضعف الواضحة جدا وبتتكرر يبقى في نمط يبقى عندك مشكلة لازم تعليق